بسم الله الرحمن الرحيم حرف ساكن أي حرف مد من حرف المد الثلاثة الألف الولياء هو حرف ساكن ليه قالوا عليه ساكن لأنه أنت مهما تمد في النهاية أنت تقف فهو حرف ساكن يعني مثلا السماء أو حرف ساكن في النهاية أنت ستقف في هذا المد فإبقى الحالة الأولى أن تقع بين الساكنين في هيئلية ساكنة وبعدها الساكن الثاني اللام القمري أما همزة الوصل فيها تسقط في حال الكراء وسط الكلام لا تنتق ويبدأ بها بالفتح إذا بدأنا بالكلم يبقى زهنان دي الحالة الأولى الهاء أنتقع بين الساكنين عدم السلة لكل الكراء الشاهد ولم يصلها مضمر قبل ساكن ولم يصلها مضمر قبل ساكن والكلام ده لجميع الكراء العاشرة رقم اثنين أنتقع بين متحركين عكس الأولى دي بعد زي له قانتون له قانتون الهاء هنا مضمومة والقاف مفتوح في الحالة دي وقعت بين متحركين له قانتون به كثيرة هنا الصلة لكل الكراء له قانتون به كثير ودي المشكلة اللي بيقع فيها كثير من الكراء لم يشبع الهاء أو لم يصل الهاء فده من بنقول ايه خلي بالك من مد الصلة هن الدليل وما قبله التحريك للكل والصلة وما قبله التحريك للكل والصلة لجميع الكراء العاشرة على اختلاف بقى إذا كان بعد همزة هنسميها صلة كبرى تعامل معاملة المد والمفصل لم يأتي همز هتبقى صلة صغرى تعامل معاملة المد الطبيعي في الوقت حفص عن عاصب طيب رقم ثلاثة أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن تقع بعد متحرك الحرف اللي قبلها متحرك والحرف اللي بعدها ساكن زي ايه له الملك وله الحمد له له الملك اللام متحركة والحرف اللي بعدها اللام ساكنة بتاعت كلمة الملك اللام القمري اما همزة الوزي ما قلنا بتسقط في وسط الكراء يبقى هنا في الحالة دي أن تقع بعد متحرك وحرف اللام مثلا وقبل ساكن وحرف اللام الثانية اللام القمري له الملك وله الحمد هنا برضو حكم الكراء عدم السلاء لكل الكراء الدليل ولم يصلها مضمر قبل ساكن يبقى هنا عندنا لم يصلها مضمر قبل ساكن في حالة إذا كان بعدها متحرك وقبلها ساكن وكذلك إذا كان قبلها ساكن وبعدها ساكن فيها عدم السلاء نعم نعم رقم اربع ان تقع بعد ساكن وقبل متحرك ان تقع بعد ساكن وقبل متحرك ان تقع بعد ساكن وقبل متحرك زي فيه مهانة فيه هدى عليه توكلنا فين الساكن هنا الياء اللي قبل الهاء فيه والمتحرك حرف المي مهانة متحرك بالضم طيب هنا الصلة لابن كثير وعدم الصلة لباقي الكراء لكن حفصها هيوفقه طبعا في موضع وحيد في الكرآن كله كلنا عارفينه اللي هو ايه الموضع المعروف ويخلد فيه مهانة تمام يبقى ان تقع بعد ساكن وقبل متحرك فيه الصلة لابن كثير وده يعني اعتبر من انفراضات الامام ابن كثير عندنا كده كل قراءة مثلا من القراءة او كل قراءة من القراءة العشر بيميز بحاجة معينة عندنا مثلا ورش بيميز بمد البدل يمد عندنا مثلا هنا ابن كثير يميز بايه يميز بالصلة طيب وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانة معه حفص اخولة حفص وفقه بس في هذا الموضع في صورة الفرقان طيب ثم بعد ان بينا يعني القاعدة العامة لجميع القراء في بقى كلمات جاءت فيها هذه القاعدة الا ان القراءة لهم مذهب في هذه الكلمات يعني هتخرج عن القاعدة العامة الوجهه الاربعة لهاء الكنية دي اللي احنا عرفنا طيب اول حاجة عندنا كلمة يؤدي نولي نصلي نقطي فقلقي يؤدي نولي نصلي نقطي فقلقي هنا الكلمات دي بتأخذ اي قاعدة من القاعدة الاربعة اللي مرت معنا تمام يبقى اربع الخمس كلمات دولت بياخدوا القاعدة اللي هي رقم اربعة دي انتقع بعد ساكن وقبل ايه متحرك يؤديه الهمزة ساكنة وبعدها الدال متحرك نولي نصله نقطه فقلقي طيب هنشوف مذهب القراءة فيها ايه رقم واحد عندنا مذهب حمزة وابو عمر وابو جعفر وشعبة حمزة الامام حمزة امام ابو عمر امام ابو جعفر وشعبة عن عاصي قرأوا بسكون هاء الضمير في هذه الكلمات بسكون هاء الضمير في هذه الكلمات الشاهد وسكن يؤدي مع نولي ونصله ونقطه منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فقلقي واتقي حما صفاقا من بخلف وانهل احفظ الشاهد ده معك هيكون معك سابت ان شاء الله يذكرك بالحق طيب رقم اثنين رقم اثنين هشام بخلف يعني هشام بنسمع الكلمة بخلف فيه ديتي يعني لوق الوجهين يعني الصلة وعدم الصلة وقالون ويعقوب قرأوا بالقصر يبقى التطبيق يؤدي نولي نصله نقطه فقلقي هو ده التطبيق بسكون الايه بسكون الهاء ما تقولش بقى يؤديه او نوليه لا طيب المذهب الثاني وهو الكصرة الكصرة والكصر هنا بيعني به الاختلاص في هاء الضمير اللي هو يعني يعتبر سركة الحركة مش مش كصر كامل يعني هي تدي له حركة كاملة هو زي اختلاص كده يعني يؤديه نوليه نصله نقطه فقلقي هكذا من اصحاب المذهب الاختلاص ده او الكصر فاق الضمير هشام هشام معنى ابن عمر دراوي بخلفه لوق الوجهين لوق الوجهين السكون والكصر وقالون عن الامام نافع ويعقوب يبقى معانا قارئ واحد بس ومعانا اتنين رواه هشام معنى ابن عمر وقالون عن نافع الشاهد وسكن يؤده معنى وله ونصله ونقطه منها فاعتبر صفيا حالة وعنهم وعن حفص فقالكه ويتقي حما صفواء قوم بخلفه وانهالة الدليل بقى من الضره وسكن يؤده معنى وله ونصله ونقطه وقالكه قال والكصر حملاء طيب المذهب الثالث هو الصلة يعني بها الاشباع في هاء الضمير من اللي هو الوجه ده هشام بخلفه الوجه الثاني بقى بتاع هشام يبقى اذا يتباين لنا هنا ان هشام لوق القصر الاختلاس ولوق الايه الاشباع لوق القصر والاشباع والباكون والباكون الصلة يعني بها الاشباع في هاء الضمير يعني هاي يقرأ ايه يؤده يؤده اشباع حركتين زي المادة الطبيعي كده نوله نوله وهكذا نصله نصله نقطه نقطه فالقه فالقه هكذا زي ابن كسير كده يبقى هشام بخلفه والباكون الشاهد وسكن يؤده مع نوله ونصله ونقطه منها فاعتبر صافيا حالة وعنهم وعن حفص فالقه ويتقي حماصف وهو قوم بخلف وانهلاء من الدرة ويأتي الدليل من الدرة برضو احفظه معاك ويأتي اتى يسر وبالقصر طوف وارجي وارجي بن واش بعجود وفي الكل فانكل طيب هننتقل الى كلمة ويتقيه ويتقيه كل القراء يقرؤون بكسر القاف الا حفصا يقرؤها بالسكون كل القراء هيقرأوا الكلمة ديه ويتقيه ويتقيه بكسر القاف الا حفص الوحيد اللي وهيقرأها ايه بالسكون ويتقيه ابو عمر وشعبة وشعبة عن عاصم وخلاد عن حمزة بخلف عن يعني خلاد له الوجهين وابن وردان كرأوا بسكون هاء الضمير فيها كرأوا بسكون هاء الضمير فيها وعنهم وعن حفص فالقه ويتقيه حماص فاقم بخلف وانهل من الضره كي يتقيه وامد الجد وسكن وسكن به ويرضه جاء وقصر حم والاشباع بجلا طيب ننتقل الى قالون وهيشام بخلفه وحفص ويعقوب وابن جماز انا كنت بداية كده بعمل رموز زمان كده اقول مثلا ايه من اللي بيقرأ بالسكون هاء الضمير في كلمة يتقيه مثلا يتقيه كنت وضعت لها كده ايه زي جبت الرموز بتاعتها قلت لك ايه حصق ابن وردان حصق ابن وردان ومعهم ابن وردان يعني ايه اعني بها الحقلة وعمر والصاد لشعبة والقاف لخلاد ماشي ومعهم ابن وردان من الضر حصق ابن وردان عشان تفهم بها لان الابيات يعني ممكن تجد فيها صعوبة شوية في حفظها حصق ابن وردان بيقرأوا بسكون هاء الضمير فيه اه طيب رقم اثنين قالون عن نافع وهشام بخلفه يعني لولواجهين وحفظ ويعقوب وابن جماز وابن جماز لهم ايه الاختلاص في هاء الضمير في كلمة يتقيه تمام الاختلاص في هاء الضمير يتقيه كده الاختلاص يعني سرقة الحركة وقل بسكون القافي وقل بسكون القافي والقصر حفصهم ويأته لدى طاه بالاسكان يجتله من الضرق يتقي وامد الجود وسكن به ويرضه جاء وقصر حم والاشباع بجلة يبقى قالون وهشام بخلفه وحفظ ويعقوب وابن جماز ممكن برضو نضع لهم ايه نقول بلع ويعقوب وابن جماز أعني بالباق قالون وباللام هشام والعين والعين من حفظ ويعقوب وابن جماز تمام من الضر بلع ويعقوب وابن جماز يعني ايه ممكن لو وجدت صعوبة في حفظ الابيات مثل هذه الكلمة اتحفظك مذهب القراء في الاختلاص في هاء الضمير في هذه الكلم طيب انتقل الى مذهب هشام وخلاد بخلفهما بخلفهما عيد على الاتنين الاتنين لهم الوجهين ومعهما الباكون قرأوا بالسلة او بالاشباع في هاء الضمير بالاشباع في هاء الضمير في هذه الكلمة ويتقهي الاشباع ايه حركتين هشام وخلاد بخلفهما ومعهما الباكون من الشاطبية قال وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حمى صفاقم بخلفهما وقل بسكون القافي والقصر حفصوم يأته لدى طهب الاسكان يجتلا من الضرة كي يتقه وامد الجد وسكن به ويرضه جاو قصر حمى لاشباع بجلا الان ننتقل الى كلمة ومن يأته مؤمنة ومن يأته مؤمنة كلمة يأته هاء الضمير فيه نسجد اول مذهب معانا مذهب السوسي عن ابي عمرق قرأ بسكون هاء الضمير فيها في هذه الكلمة ومن يأته مؤمنة ومن يأته مؤمنة الشاهد ويأته لدى طهب الاسكان يجتلا هنا الدليل واضح خالص الياء للسوس ويأته لدى طهب الاسكان يجتلا في سورة طهب طيب رقم اثنين مذهب قالون بخلفه يعني لولواجهين ومعهم رويس من الضرة القصر او الاختلاس في هاء الضمير قالون بخلفه ورويس قرأوا بالاختلاس بالاختلاس في هاء الضمير الا ان عدم الصلة لقالون يخالف طريق التيسير ازوى من طريق ابي الحسن طهر بن غلبون وليس من طريق ابي الفتحي فارس هذا كلام للعلم يعني الشاهد وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف وفي طهب وجهين بجلاء من الضرة ويأتي اثى يسر وبالقصر طف وارجه المذهب الاخير قالون بخلفه لولواجهين ومعه الباكون قرأوا بالصلة يعني الاشباع يأتيه بالاشباع في هاء الضمير وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف وفي طهب وجهين بجلاء من الضرة ويأتي اثى يسر وبالقصر طف وارجه يبقى اي دا حال الباكون ومعهم قالون لقي الوجهين طيب بالصلة ننتقل الى كلمة يرضى كلمة يرضى اول مذهب عندنا ثلاث مذهب في زي الكلمة يبقى مذهب الباكون دا عرفنا ممن لم يذكر ممن لم يذكر اما قالون فذكر معنى فهو لوجه اخر بيدخل مع الايه البقية كلمة يرضى المذهب الاول سكون هاء الضمير سكون هاء الضمير يرضى وصلا وواقفا يعني المذهب الاول للسوسي عن ابي عمر وهشام عن ابن عمر بخلف للوجهين ودوري ابي عمر بخلف برضو الدوري عن ابي عمر الوجهين وابن جماز مننا الضر ابن جماز دا عن مين عن ابي جعفر ابن جماز عن ابي جعر يبقى يبقى الجماعة دولا تكرقوا بسكون هاء الضمير فيها الشاهد واسكان يرضى يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا من الضر كيتقي وامد الجد وسكن به ويرضاه جا وقصر حوم لشباع بجل طيب المذهب الثاني هو الكصر او الاختلاص في هاء الضمير لمن يعكوب الامام يعكوب والامام عاصم الامام حمزة وهشام عن ابن عمر والامام نافع الجماعة دولا تكرقوا بالاختلاص نفس الشاهد المذهب الثالث دوري ابي عمر والباكون دوري ابي عمر والباكون لهم الصلة او الاشباع في هاء الضمير السؤال ليه هو دايما بيميز هنا ويقولك دوري ابي عمر ويقولكش الدوري عن ابي عمر ليه تمام لم يذكر الدوري كده مطلقا حتى يفرق عشان عندنا في دوري ابي عمر وفي دور الكساء تمام يبقى دوري ابي عمر مع الباكون لهم الصلة او الاشباع في هاء الضمير يحفظ هذا الشاهد ان شاء الله وإسكانوا يرضه يمنهم لبسه طيبا بخلفه ما والكسر فاذكره نوفلا من الدور كيتطقي وامد الجود وسكن به ويرضه جا وكسر حم والاشباع بجلا طيب ننتقل اراجئه الجماعة اللي قرأوا بضم الهاء والهمز مع الصلة من ابن كثير وهشام عن ابن عمر القارئ مع هشام عن ابن عمر المذهب الثاني بالكسر والهمز بلا صل بالكسر والهمز بلا صل يعني ارجئه هكذا ارجئه بخلاف الاولينين ارجئه لا هنا بقى بالكسر والهمز بلا صل ارجئه لا ابن ذكوان وحده منفرد المذهب الثالث ضم الهاء والهمز بلا صلة ضم الهاء والهمز بلا صل ارجئه ارجئه ما تجيبش واو زي اصحاب المذهب الاو لابي عمر ويعقوب المذهب الثالث بدون همز وسكون الهاء بدون همز وسكون الهاء أرجه بدون همز وسكون الهاء أرجه هكذا لمين؟ لعاصم وحمزة كما نكر أن نحن كذلك IFW حفظ عن عاصم المذهب الخامس بدون همز وبالكسر للهاء مع القصرة وبالكسر للهاء مع القصرة لقالون وابن وردان عن أبي جعفر بدون همز وبالكسر للهاء مع القصر أرجه بدون همز وبالكسر للهاء مع القصر طيب المذهب السادس والأخير وهو بدون همز وبالكسر للهاء مع الصلة بالكسر للهاء مع الصلة لورش عن الإمام نافع والكسائي وابن جماز وخلف يعني التطبيق هيكون إزاي يبقى أرجه أرجه مثل القالون وابن وردان إلا هنا بنزيد الإيه بنزيد السلطيب الشاهد ده نحفظه للجميع الشاهد الأول وعى نفر أرجئه بالهمز سكينا وفي الهاء ضمه نلف دعوها حرملا وأسكن نصيرا فازا واكسر لغيره وصلها جوادا دون ريب لتوصله وملحوظة يعكوب وافق أصله طيب كذلك وأسكن نصيرا فازا واكسر لغيره وصلها جوادا دون ريب لتوصله وأسكن نصيرا فازا واكسر لغيره وصلها جوادا دون ريب لتوصله وين عشان ابن وردان جمعنا مع القالون بدون همزه بالكسر الهاء مع القصر يأتي الشاهد من الضرة ويأتي أتى يسر وبالكسر طف وأرجه وأرجه بين وأشبع جدوة في الكل فانقلا ونفس الشاهد لورش والكساء ابن جماز وخلاف بدون همزه بالكسر الهاء مع الصلة يبا دي المزاهب الستة للكراء في كلمة أرجي التي جاءت في سورة الأعراف وسورة الشعراء لمن قرأة بالهمز أو من قرأها بغيره بغير همز ننتقل إلى آخر حاجة معنا في باب هائل كناية أو هائل ضمير وهي كلمة فيه مهانة فيه مهانة في سورة الفرقان وكذلك في سورة الكهف وقوله تبارك وتعالى ما أنسانيه إلا وقوله تبارك وتعالى عليه الله في سورة الفاتح عندنا أول مزهب معنا فيها مزهبين المزهب الأول لحفص وابن كثير فيه مهانة فيه مهانة بالسلة والبكون بكسر الهاء فقط بلا صلة حفص وابن كثير فيه مهانة بالسلة والبكون بكسر الهاء فقط بلا صلة يعني فيه مهانة من غير ما تعمل صلة بقى زي حفص وحفص فقط وما أنسانيه إلا بالكهف وقوله تبارك وتعالى عليه الله بالفتح كرأهما بالضم وانفرض عن سائر الكراء والبكونة بالكسر احنا بنقرأها ازاي؟ كلمة ما أنسانيه إلا بسرعة الكف طيب يبقى التأكيد تاني وما أنسانيه إلا بالكف أما كلمة عليه الله عليه الله بالفتح عليه الله عليه الله مع تغليز اللام في اسم الجلالة لأن في هذه الحالة جاءت بعد إيه؟ جاءت بعد فتح تمام؟ أو جاءت بعد ضم جاءت بعد الضم وده طبعا انفرض فيه عن سائر الكراء البكونة بالكسر وما أنسانيه إلا عليه الله ده لحفص بقية الكراء ما أنسانيه إلا عليه الله الشاهد وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخول وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاة من تاني وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخول وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاة وبذلك تم بابها الكناية ولله الحمد والمن ننتقل إلى باب المد والقصر باب المد والقصر أو باب المد والقصر طيب عندنا المد والقصر أول حاجة عندنا هنا المد المتصل وحينما يذكر المد والمتصل على طول يأتي في أذهانينا من حمزة وورش هم أصحاب المد المتصل ولهم فيه الإشباع إن شاء الله تبارك وتعالي يبقى ورش وحمزة لهم الإشباع معنى كلمة إشباع دي لما تسمعها يعني المد ستة حركات باقي الكراء لهم التوسط أربع أو خمس حركات أربع أو خمس حركات فيه مذهب تاني بقى يعني إن شاء الله لو ربنا يسر وصلنا الكراءات الكبرى فيه مذهب تاني أقولك فويق القصر يعني إيه عندنا القصر مثلا حركتين فويق القصر ثلاث حركات حاجات بقى زي كده لكن دي حاجات يعني إيه من طريق طيبة النشر طيب الشاهد إذا ألف أو يأوها بعد كسرة أو الواو عن ضمن لك الهمزة طولة كجي أو عن سوء وشاء اتصاله يعني هو يذكر لك الأمثلة كلمة جي سوء شاء تحريرات كراء عاصم من التيسير بمرتبة أدنى من ورش وحمزة في المد المتصل وكذا منفصل كما سيأتي فيصير له من الحرز يقصد بكلمة الحرز حرز الأمان وجتهاني يعني الشاطبي التوسط وفويق التوسط اللي احنا بنقول عليه دايما عاصم له من الشاطبية أربع أو خمس حركات ننتقل إلى المد المنفصل وسهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعاد كذلك كما أن ورش وحمزة لهما الإشباع في المد المنتصل لهم كذلك الإشباع في المد المنفصل ورش وحمزة المد بالإشباع الدليل فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ذرا ومخضلا كجي أو عن سوء وشاء اتصاله ومفصله في أمها ده مثال يعني في أمها وكذلك أمره إله وهنا جاب لك أمره إله مع إنها يعني مد صلة عشان يعرفك إن مد الصلة بيعامل معاملة المد المنفصل يبقى الذين لهم الإشباع ورش وحمزة رقم اثنين من الذي له القصر ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعكوب ابن كثير والسوسي عن أبي عمر وأبو جعفر ويعكوب من الضرة الشاهد فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ذرا ومخضلا كجي أو عن سوء وشاء اتصاله ومفصله في أمها أمره إله من الضرة ومده موسط ومن فصل اكسرا ألا حز وبعد الهمز واللينو الصلة المذهب الثالث وهو التوسط التوسط أربع أو خمس حركات في المد المنفصل لمن لعاصم والكساء وخلف العاشر وابن عامر الشاهد فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ذرا ومخضلا كجي أو عن سوء وشاء اتصاله ومفصله في أمها أمره إله من الضرة ومده موسط ومن فصل اكسرا ألا حز وبعد الهمز واللينو الصلة المذهب الأخير وهو يعني من الذين لهم الوجهين قالون ودور أبي عمر بخلفهما لهما الوجهين يعني الكسر حركتين والتوسط يعني في أمها أو في أمها أربع أو خمس حركات الشاهد فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ذرا ومختلا كجي أو عن سوء وشاء اتصاله ومفصله في أمها أمره إله ننتقل إلى المد اللازم المد اللازم ده لجميع الكراء ما فيش اختلافات فيه ده طبعا إيه معروف يبقى جميع الكراء لهم لزوم الإشباع بلا خلاف وصلا ووقفا لهم لزوم الإشباع وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا يبقى جميع الكراء لهم الإشباع في المد اللازم بأنواعي يعني المد اللازم طبعا عارفين فيه مد لازم كلمي مخفف لازم كلمي مثقل لازم حرفي مخفف لازم حرفي مثقل كما هو إيه معلوم يبقى أحيانا نسمع من يقرأ في الفاتحة ولا الضالين ولا يأتي بالمد بمثل ستة حركات نقول له ده لم يوجد أي قرأ من كراءة العاشرة حتى إننا نستاند حتى إليه ونقول إنه أقرأ بالتوسط أو الكسر يبقى لازم نأتي بالإشباع ستة حركات في المد اللازم بأنواع ننتقل إلى مد البدل وحينما نسمع مد البدل على طول يأتي في أذاننا من ورش عن الإمام نافع يبقى ورش هو صاحب المد البدل يقرأ بالكسر والتوسط والإشباع بالكسر دي يعني حركتين توسط أربع حركات الإشباع ستة حركات وصلا ووقفا وما بعد همز ثابت أو مغير فكسر وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا ويستثنى لورش من مد البدل فلا يمدها إلا بالكسر فقط كلمة إيه هذه بقى كلمات يعني خرجت عن القاعد زي كلمة إسرائيل ما وقع بعد ساكن صحيح مثل قرآن مذؤومة مسؤولة يؤاخذكم حيث وقعت الكلمات التي أخرها همزا منونا بالفتح منسل إيه دعاء نداء اللي احنا بنقول عليه مد إيه مد عوض بنقف عليه مد عوض حركتين دعاء منقولش عليه بقى مد بدل لا خرج عن القاعد نداء ما بعد همز الوصل نحو إيتي إي توني حال إيه اللي ابتداء الباكون قرأوا بالكسر في المد البدل كما نقرأ نحن في رواية حفص عن عاصم طيب ننتقل إلى مد اللين مد اللين المهموس زي كلمة شيء وكلمة سوء شيء وسوء مد اللين ومش أي لين لازم يكون اللين المهموس نجد إن برضو كذلك ورشي يعتبر هو صاحب مد اللين يقرأ بالتوسط وكذلك بالإجباع وصلا ووقفا في مد اللين المهموس وإن تسكن ليا بين فتح وهمزة بكلمة أواو فوجهان جملة بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا في التحريرات قال يستثناء لورش كلمتان فلا مد له فيهما وهي كلمة موئلة وكلمة الموؤودة مع إنها فيها القاعدة لكن خرجت يعني إيه فيها استثناء اتباعا للرواية وكلمة وكلمة إيه سوءات نحو سوءاتكم كلمة يعني الكلمات اللي فيها إيه سوءات سوءات يعني وما يعني إيه اشتق من كلمة سوءاتكم كلمة سوءاتهما وهذه الكلمة رواها ورش بوضع خاص وله فيها أربعة أوجوئهما كصر اللين المهموز مع كصر أو توسط أو طول البدل وله توسط في اللين المهموز والبدل معا آخر حاجة معانا في باب المد هو مد الحروف المقطعة عند فواتح الصور مد الحروف المقطعة زي ألف لميم عند فواتح الصور لجميع الكراء مكانه جاء على ثلاثة أحرف أو سطها حرف مد فهذه تمد ست حركات اتفاقا وهي مجموعة في جملة سنقص لكم سنقص لكم الشاهد ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلة وفي نحو طاها الكصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا لجميع الكراء كذلك مكانه جاء على ثلاثة أحرف وسطها حرف لين أو حرف عين ففيه وجهان التوسط والمد وفضلة المد فيه زي إيه زي بداية صورة مريم كده كاف ها يا عين وما تقولش عين ما تقولش عين لا عين بفتح فتح العين قال لك والطول فضلة اللي هو الإشباع في العين الشاهد ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضل هو ذا الشاهد وفي نحو طاها الكصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطل كذلك لجميع الكراء مكانه جاء على ثلاثة أحرف ليس فيها حرف مد وهي ألف فلا تمد مطلقا دي بقى خلاص ما فيهاش ماد الشاهد وما في ألف من حرف مد فيمطل هو بيجيب لك الشاهد يعني مفروض كان يجيب وما في ألف من حرف يجيب لك الشاهد بعينه كده لكنه بيجيب لك كله عشان تكرره وتحفظه يعني ايه مع تكرار والعلم يحلو مع تكراره كذلك لجميع الكراء مكانه جاء على حرفين فهو يمد مدا طبيعيا مثل ايه طاها وهي مجموعة في قول حي طهر وفي نحو طاها القصر هو ده الشاهد وفي نحو طاها القصر وبذلك تم الباب المد وسهل ويسير بعد أن خرجنا من بابها الكناية مليء يعني بالاختلافات والكلمات المستثناء ومزهب القراء فيها ندخل على باب المد والكسر وسهل ويسير يعني بفضل الله عز وجل نعيد سماع الدرس تاني مرارا وتكرارا حتى تثبت ان شاء الله تبارك وتعالى وزي ما قلتلك كده تستطيع انك انت تجعل كل مذهب من الكراء في بابها الكناية زي كلمات يعني تبتكر انت هذه الكلمات يعني بجمع الاحرف زي ما قلتلك كده مثلا زي حصق ومعهم ابن وردان يعني حاجة زي كده كنا بنعملها ايه زمان يعني كده فنسأل الله تبارك وتعالى التيسير والسداد وصل اللهم وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر